أنا بقول للشيخ عمار إحنا بنحبك أنت بجدخل في الصراع أو خناء أو معركة معي تقولي شوية أنت اسمي وكأن أنا غلطت فيك لكن أنا بحبك يا شيخ عمار إحنا في حوار حاجة تانية لم يصدر مني أبداً وأنا بعرف كلمة الإرهاب أن أنا قلت أن الإرهاب معناه ترويع الأمنين ده ما طلعش مني يا شيخ عمار أنا قرأت ما قاله علمائك المسلمين ومفسير القرآن الذي أنت تؤمن به وتؤمن بهذه الكتب وتعتقد فيها حاجة الثالثة كنت أعتقد في إلحاح الشيخ عمار علينا أنه عايز يعمل مناظر عن الإرهاب أنه يطلع حاجة جديدة بس للأسف كعادة إخوات المسلمين يروحوا يعملوا قوب بيست وينقلوا المعلومات الموجودة في مواضيع قد قتلت بحسا يتكلم عن أحداث تمت من أكثر من 1600 سنة أو 1500 سنة قبل المسيح يعني تقريبا دلوقتي 3600 سنة الأحداث دي تمت حاجة الرابعة للرد على الشيخ عمار في كل اللي قاله وهيقوله عن الإرهاب في الكتاب المقدس رقم واحد نحن نؤمن أن الكتاب المقدس كله موحى به من الله وكل ما قتب هو قتب من خلال أناس الله القديسون المسوقين من الروح القدس وأن الروح القدس استخدم هؤلاء بحسب الإسلوب الكتاب المفهوم والمتداول في ذلك الوقت لتدوين الوحي ونؤمن أن الكتاب المقدس هو عهدين كتاب قديم يتكلم عن زمن النموس وكتاب جديد يتكلم عن زمن النعمة رقم اثنين نحن نؤمن أن أحد مبادئ التفسير الهم للكتاب المقدس الذي من خلاله يتكون لدينا ولشيخ عمار ولكل إخوات المسلمين فهم صحيح لكل الأحداث التي ذكرها ودونها الكتاب المقدس المبدأ الأول وصايا الله وأحكامه التي تؤسس كيفية العلاقة ما بين الإنسان والله من خلال النموس الأدبي الذي يعرب بالوصايا العشر هذه وصايا سابتة صالحة لكل ذمان ومكان وأتت مع وصايا تقصية خاصة للأمة اليهودية بطريقة ممارسة العبادة وأيضا وصايا الخاصة بالزبائح وكل هذه الوصايا كانت رموزا إلى مجيء المسيح وتمت في المسيح ألمى المبدأ الثاني لتفسير الكتاب المقدس هو فهمي فهم صحيح للشيخ عمار ولكل إخوات المسلمين اسمه مبدأ الوصف والتوصيف ووصف أحداث تاريخية وقصص وحوادث خاصة ننظر لها نحن الآن من أول زمن النعمة من أول المسيح ننظر لها نحن الآن على أنها أحداث تاريخية كانت محدودة بحدود زمنها وجغرافيتها والسبب في كتابتها ووجودها في كتاب المقدس هي أننا نتعلم منها ونأخذ منها النواحي الإيجابية ونتمثل بها فقل ما سبق وقتب لأجل تعليمنا وإنذارنا نحن الآن فليست هي نصوص ملزمة للآن كانت ملزمة فقط في ذمن كتابتها وليس لدينا الآن أي حنين أو رغبة للعودة إلى ذمن يشوع أو حروبه أو إلى ذمن سفر القضاء أو إلى ذمن سفر صمويل الأول أو الثاني أو أخبار أو الملوك فنحن نؤمن ونعلم أنها انتهت بانتهاء ذمانها فليس لدينا حلم الخلافة نحن لا نحلم بحلم الخلافة والعودة له وليس لدينا أقوال سلف نتمسك بها ولا نقول أنها نصوص معطنة وهي كلمة لا تعني أنها ألغت أحكامها لكن أحكامها قائمة لكن السبب في تعطيلها أنه ليس موجود خليفة لا يقوم على تنظيمها وعلى تفعيلها نحن ننظر إلى هذه الأحداث أنها ماضي وانتهى رقم أربعة نحن نؤمن الكتاب المقدس منذ بدايته يسير في فكر متدرج يكشف لنا طرق معاملات الله مع الإنسان ويكشف لنا أيضا طبيعة الإنسان الساقطة والفاسدة بسبب وجود الخطية ويسير هذا الإعلان في شكل متدرج حتى يصل بنا إلى الإعلان الكامل في المسيح ففي المسيح تم كل شيء من نبوات وتم جميع الرموز التي كانت في العهد القديم وتم الإعلان الكامل عن طبيعة شخص الله وظهر بوضوح فكر الله من نحو الإنسان رقم خمسة العهد القديم يتكلم عن النموس والنموس مرتبط بالقضاء فمنذ بداية الإنسان والأعمال التي يعملها الإنسان لها نتائج سواء كانت هذه الأعمال أعمال خيرية أو أعمال شريرة فهناك قانون يضبط حياتنا وهو قانون الزرع والحصاد فما يذرعه الإنسان يحصده فالإنسان يحصد نتيجة ما فعله والله أعطى للإنسان كامل الحرية والإرادة في اختيار طريقه على أن يكون في وضع في داخل الإنسان شكرا أخي أندرو وقتك انتهى أشكرك جدا أعرف عزيزي مزيد من الوقت لكن لازم كل واحد يأخذ وقته بالزلط فالإنسان